البندق بنحمس البندق و بنرفع القشرة الخارجية من بعد بعد تحميص بنرفع القشرة الخارجية و بنطحن جيد حتى يصبح زبدة من حين لآخر بنحرك المكونات حتى يمشي الخلاط معنا هيك اصبح زبدة يعني ممكن ياخد وقت معنا حتى يصبح زبدة مثل هيك طلع زيت منه نضيف زبدة مية جرام زبدة و كاكاو خام خمسين جرام والتحلية النوع والكمية هي اختياري التحلية ممكن اضافة عسل حسب نظام قوم الغذائي لكن لنظام الكيتو اضفت انا استيفيا هيك اصبح جاهز نتركه يبرد قبل التقديم ننتظر اقل شي 30 دقيقة هيك اصبح جاهز للتقديم الوصفة التانية حليب كامل الدسم اثنين لتر تقريبا الدسم هذا فيه اربعة بالمية بنضيف اثنين لتر على حرارة متوسطة عند بدء الغليان نطفي الحرارة بنلقى النار بنرفعه عن الطباخ هيك رفعناه عن النار وبنضيف لكل لتر حليب ثلاث معالق كبيرة خل او عصير ليمون هدول اثنين لتر انا اضفت ست معالق خل بنحرك قليل وبنتركه حتى يصبح فاتر او دافئ بنغلق الوعاء وبنتركه تقريبا نصف الساعة بنخرج الجبن من الحليب هيك اخرجنا كل الجبن بنصفي باقي السوائل الموجودة ممكن نستخدم اي خلاط عنا بنخفق جيد حتى تصبح نعما او ممكن نستخدم اي مطحنة متوفرة عنا الكاكاو الخام مع لقتين كبيرة او حسب الزوق الكاكاو احنا بنضيفه حسب زوقكم انتو كيف بتحبوه الكاكاو يكون صاهر ويمكن اضافة بديل السكر ستيفيا او العسل او السكر حسب نظامكم الغذائي نوع التحليا النوع الكمية حسب نظامكم الغذائي ونضيف قليل منها الفانيلا ونحرق قليل منشان الغبار تبع الكاكاو ما يطلع في وجهنا ونخفق حتى يصبح ناعم بنضيف 50 جرام زبدة هو اختياري ولكن تعمل تست عالي ليلو ممكن نضيف كمان معلقة الكاكاو حسب الرغبة ونا بحبه يكون الكاكاو شوية ظاهر فيه هيك نخفق جيد هيك اصبح جاهز ونتركو حتى يهدى تخزين دايما بالتلاجة هيك بعد نصف ساعة من التلاجة كتير هو روعة وصحي كله طبيعي ممكن اضافة العسل اذا نظامكم الغذائي بيسمح للعسل حسب نظامكم الغذائي الوصفة الثالثة كريمة كريمة طازجة الكمية اختياري تكون الدهون نسبة الدهون فيها تقريبا 37% يعني تكون الدهون فوق 35% نسبة الدهون نخفق لمدة 10 دقائق حتى تصبح زبدة تفصل الزبدة عن عن السوائل تفصل ممكن استخدام اي نوع كريمة موجودة المهمة تكون الدهون فوق 35% هيك فصلت الزبدة عن الحليب او عن السوائل هيك جاهزة الزبدة ممكن نشتري زبدة جاهزة بدون ما نعمل الكريمة كيكاو خام معلقتين كبيرة لكل 400 جرام من الزبدة هذو ال400 جرام زبدة طلعوا معي هتطلب معلقتين كبار كيكاو خام وديل السكر النوع الكمية هي اختيارة حسب نظامكم الغذائي قليل من الفانيلا وبنخفق جيد دائما التحلية حسب نظامكم الغذائي ممكن استيفيا بديل السكر السكر عسل حسب دبس الطمر حسب نظامكم الغذائي انتو بتحددوا نوع التحلية حسب شو متعودين هيك اسفحات جاهزة تزلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم جزا عجبكم الفيديو تعملوا لايك ما السلامة